اهلا بكم عزيزي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم حديث الشارع طبعا حديث الشارع معروف عنه نواب بيرسط قضايا الشارع المصري عمتا ومشاكله بس احنا حبينا نقدم حاجة جديدة في البرنامج ودخلنا فيه فقرة مواهب ومشاهير السوشيال ميديا طبعا معنا نضيف النهاردة منورنا مرحب بك في الحلقة اسامة طيب احنا هنسيب اسامة يعرف نفسه يا جماعة عرفنا بنفسك يا اسامة طيب انا اسمي اسامة حمدي 24 سنة خارج جامعة حلوان قسم محاسبة خارج سنة 2017 2017 او موضوع السوشيال ميديا ده اصلا مكانش في الحسبان بس انا من صغري انا اصلا مولد في الكويت عشتي طول عمري 18 سنة هناك بعد كده نزلت مصر فترة الجامعة وبدأ الموضوع معايا من خلال ان انا كنت في نشاط طلابي اصلا في الكويت وكنت بعمل مسابقات وبعمل زي رحلات للناس بحاول ببنك كنت عيش في الكويت تمام من اسمم انا بعضا فيش اي مشكلة واخلك عايشين في مصر ولا في الكويت ولا انت كنت v substance لا لو انا حاليا اهلي هنا في مصر مش في الكويت في مصر اه احنا نزلنا استقررين في مصر نعم انت مولت في مصر ولا في الكويت لا انا اتولات في الكويت في الكويت طبع الموضوع بدأ معي أن أنا كنت محب بمجال السوشيال ميديا وأنا أصلاً من قائم المدرسة وأنا بحب أصلاً أقل في خواطر يعني بحب أتابع ده كان انبهار بحد ولا موهر؟ والله هو كان انبهار بشخصية الدكتور مصطفى حسني أنا كنت من الناس اللي متابعة طبعاً معروف جيداً أه طبعاً مصطفى حسني كنت دايماً بشوف أنه هو بيقدم حاجة مختلفة عن الناس وبيحاول يوصل لقلوب الشباب على قد ما يقدر ودي حاجة كانت بتشديني فيه جداً دي حاجة كانت مميزة فيه الموضوع بدأ معي من أنا ما كانش في دماغي أصلاً أن أنا نزل أصلاً مجال السوشيال ميديا موضوع جيد شدفة بدايتك بها كانت إزاي؟ بدايتي بدايتي كان في مجال التيك توك طبعاً دخلت أنا بقلي فيه فترة طويلة عملتش حاجة قبل التيك توك؟ دخلت على التيك توك؟ لا مباشرة كان التيك توك وكان أي حاجة غير كده كان في مجال التحدي الطلبة ما كانش الموضوع أكبر من كده كان في مجال التحدي الطلبة وكنت ماسك فيه لجنة رياضية ده كان في الكويت مش مصر؟ آآآ ده كان في الكويت طبعاً مش في مصر طبعاً الموضوع مش معي أني دخلت التيك توك كنت متابع الفيديوهات طبعاً كانت كلها فيديوهات معروفة أنها كوميدية من أيام ما كان أصلاً قبل التيك توك كان اسمه ميوزيك لي ما كانش اسمه تيك توك الموضوع كله بدأ بأن أنا شفت جيل موجود على التيك توك كل هدف هو يوصل لشهرة من خلال فيديوهات بيطلع يحرك فيها شبعيفه فكنت متابع الفيديوهات فيه فيديوهات لناس عجبت فكنت بتابعهم مش أكتر يعني ما كانش فيه يعني فكرة أن أنا أعمل فيديوهات أصلاً آآآ فعجبك الموضوع؟ آآآ بس طبعاً بتابع مختلف وبشكل مختلف كان فيه فيديو معين السبب في شهرتك؟ آآآ في فيديو معين كان في فترة امتحانات الإعدادي طلبة الإعدادي طبعاً لاحظت أن فيه طلبة كتير جداً جداً موجودة على الأبليكيشن فأنا كان عندي عادة كده والدي عودني عليها أن أنا وانا داخل الامتحان كان فيه دعوة أنا بقولها ومتعود أن أنا أقولها دايماً وما زلت لحد دلوقتي الحمد لله قبل أي حاجة حتى قبل أي انترفيو أنا بقولها آآآ وطبعاً كان دي بداية الموضوع أن أنا طيب كان فيه فيديو معين سبب شهرتك أوه كان سبب بدايتك؟ آآآ كان فيه فيديو أنا فيه دعاء كده متعود قبل كل امتحان وقبل أي انترفيو وده والدي كان عودني عليه أن أنا دايماً مستمري عليه على طول ما بغيروش آآآ طبعاً كان فترة الامتحانات بتاع الأعدادي طلبة الأعدادي فطبعاً حسيت أن الفيديو الطلبة محتاجينه في الوقت ده جداً آآ لأي حد قبل الامتحان يبقى متوتر جداً وخصوصاً أنه ما بدخل الامتحان ممكن يكون عارف الإجابة ويبوز الدنيا لمجرد أنه متوتر فالفيديو أنا من ساعة منزلته كان هو كان البداية بتاعتي فعلاً آآ شفت فيه تفاعل أنك منزله في وقت امتحاناته فعلاً يعني هو أنا ما كنتش متخيل أنه هو يوصل للدرجات دي أنا كنت منزله بنيت أن أنا بحاول على قد مقدر أن أنا أغلي الشباب بمعنى أصح أو الطلبة ما يقلقش من الامتحان هو الامتحان ده المجرد تحاول تعمل حلطة مقنات دي هميني؟ آآ طبعاً لأن أنا كنت أتمنى في اللحظة دي أن ألاقي الحالة دي عندي برضو أنا بنشكر والدك أنه أعلمك حاجة زي دي رب أنا خليك الوصل نايا كانت ساب شوريتك هنتفرج على الفيديو ونرجع نتكلم دخلت الامتحان نكملين معك يا وسامة عايزين بقى نعرف جات لك فكرة القصة دي منين أو إنت إزاي بتقدر تقدم محتوى هادف على تيك توك؟ آآ فكرة القصة أصلاً بدأت من آآ من أن أنا كنت بقلب على الفيسبوك عادي فشفت القصة دي مكتوبة فعجبتني جداً وقررت إن أنا أعملها زي فيديو أنا كنت متأكد جداً إن هي هتعجب الناس وخصوصاً لأن إحنا أصلاً بقينا خلال الفترة دي إن إحنا بينا عطفيين زي داً لزوم وإحنا فعلاً بقينا نحس بأي حاجة من جوانا إن إحنا محتاجين حد يقول لنا قصة يعني تورينا الواقع اللي إحنا يعني في ناس كتير مش شايفة بتحاول توصل معنا من القصة اللي إنت بتقدم؟ أكيد طبعاً هي أصلاً المعنى من القصة إن إحنا نقدر ظروف الناس يعني مش دايماً كل واحد يكون بيعمل تصرف غريب نتدخل في حياته ونقول له أنت بتعمل لي كده وليه وإزاي وده مش من حقك هي قصة جميلة جداً صراحة جاويتنا بتغسر يعني هي بالنسبة لنا حيأخذي بقصة تالية فيه ناس بتقول على التيك توك إن هو بيقدم محتوى غير هادف أو معنى أصح إن هو محتوى تافل إيه ردك على الكلام ده؟ والله يبصي هو الموضوع ده متعلق بالشخص هو دخل يدور عليه لو أنت دخل فعلاً تدور على محتوى هادف هتلاقيه فيه ناس كتير بتقدم محتويات كويسة بس كل الفكرة إن هو أغلب الناس اللي بتدخل بتدور على المحتوى اللي هو اللي بين دلوقتي اللي هو المفروض إن هو تافه وأنا يمكن شايف حاجة زي كده بس برضو نرجع ونقول إن التيك توك فيه محتويات لناس كويسة جداً بس مش واخدة فرصة بس الأغلبية لأغلبية؟ آه يعني منسبة طب هو في ناس كتير ما تعرفش برنامج التيك توك ده بيقدم إيه بالظبط أو هو عبارة عن إيه بالظبط؟ عرفنا بقى بالبرنامج هو برنامج التيك توك أصلاً عبارة عن موفينج لابسنج اللي هو تحريك شفايف الموضوع كله بتشغل أغنية أو بتشغل تراك معين الناس بتطلع خلال 15 ثانية تحرك شفايفها مع الأغنية بحيث إن هو أو فيه أكشنات موش نزع أغنية أو تمثل أغنية بالظبط هي دي كل فكرة البرنامج بس فيه ناس بقى غيرت من المحتوى ده خلته من إن أنا بعمل موفينج لابسنج وبحرك شفايفه على أغنية لإن أنا أعمل فيديو كامل بصوتي وأقدم حاجة للناس أقدم قصة أقدم نصيحة أعمل فيديو ليه مع أنه يحاول يوصر رسالة معينة هو دي الفكرة من المحتوى الهدف في تيك توك طيب في حساب معين أو أكاونت معين أو شخصية معينة بتتأثر بيها على تيك توك أو بتحاول تعمل زيان؟ آه فيه فيه شخص اسمه على تيك توك موسلفة موسلفة ده هو اسمه الحقيقي محمد علي آه كان معنا في الحلقة اللي فاتت هنا آه يعني آه محمد من الشخصيات المحترمة جدا واللي بتقدم محتوى فيه ناس فعلا مش واخد حقها على البرنامج آه محمد من الناس اللي بتقدم قصص ممتازة موجودة على أرض الواقع فيه منها قصص حقيقية فيه منها قصص حصلت مع ناس آه محمد قدر يوصل لقلوب الناس بسرعة وخصوصا لأنه ليه كارزمة وليه حضور ودي من الحاجات اللي فعلا شداني للشخص ده شدتك أنك تعمل زيه أو تكمل معي آه طبعا أنا عرف أنه أنتو الاتنين من صحابه وغيبينه بعض آه يعني ممكن هو محمد من الشخصيات اللي أنا اتعرفت عليها أصلا في السوشيال ميديا وحرفيا هو كشخص يعني هو ليه كارزمة وحضور غير عن أي حد حتى في قراءه وحتى في اهتماماته شخص دماغه كبيرة مش مش شخصية صغيرة أو بيقدم حاجة تفهل لا محمد أكبر من أن أنا أوصفه في كلمتين حسيت أنه شبعك في نفس تقديم المحتوى للعكس أحسن مني كبير آه أن أنتو الاتنين فاهمين بعض مش مجرد حد طالع بشغل أغنية وبيعمل عليها أمور وخصوصا أنه هو أصلا يعني أنا شايف أنه ليه كارزمة وحضور للناس بشكل مش طبيعي هو حضوره يكفي أنه ظهوره أصلا في الفيديو مريح للشخص يعني عنده مش مبالغة فيه بس هو فعلا كشخصية لما تتعاملي معاه مختلف تماما غير عن أي فيديو يعني فعلا والدي دائما كان بيقول لي ما تحكمش على الشخص ومجرد ورا الشاشة لا أحكم عليه لما تتعامل معاه طيب أنا أساسا أنا شايف الفيديوهات دي أنت بتقدم حاجة غير شخصيتك أنت بتمثل حاجة فا لا ما نقدرش نحكم على الشخصية لما نشوف الوقع بالعكس أنا بالنسبة لي أنا وبالنسبة ما برضو لسلفة لا أنا متأكد بالنسبة مليون في المائة أكيد طبعا أكيد فيه ناس فعلا ممكن تكون من ورا الشاشة غير الحقيقة لما تتعامل معاه غير لما يكون هو من ورا الشاشة طيب أنت كان رد فعلك إيه لما شفت تفاعل الناس مع الفيديوهات بتاعتك وحسيت أنك تشهرت بقى وظهرت لأ هو بصي أنا يعني موضوع تشهرت ده هو اللي فيه مشكلة شوية لأن أنا ما كنتش أصلا بدور على الشهرة أنا كنت بدور على أن أنا فيد غيري أنا ممكن أكون مهر مبسوط شهرة شهرة أصد أن الهدف اللي أنت دخلت حققه أو المحتوى اللي أنت عايز توصله وصلت له فعلا ووصل للناس وشفت استقبالهم ليك مع رد فعلك إيه؟ طبعا كنت مبسوط جدا حققت حاجة كان نفسي فيها حققت جزء من اللي كنت بتمنى كون أن أنا أتشهر أو ما أتشهر شي ده ما كانتش في دماغي أصلا الموضوع كان ورعا عن توصيل رسالة بشكل غير مباشر لناس محتاجاها أنا أرجع وأقول أن أنا معظم الناس اللي متابعيني ناس مش صغيرة ناس كبيرة في ناس من سن التلاتينات طبعا هتسأليني عرفت إزاي لأن فيه ناس بتخطي تكلمني مخصوص على الانستجرام وتقولي أن محتوىك مختلف وأن أنت حسستنا بأن لسه في الجيل الصغير اللي هوي أطغر هل ترد على كل الناس؟ أكيد طبعا أصلا في الأول وفي الأخر يعني أنا مش 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 شخص معروف قوي عشان أتكبر يعني فيه شخصيات فيه شخصيات ما بتردش أو بتتجاهل كلام الناس عمل لا بالنسبة لي الموضوع ده مش موجود طيب أنا حابة دلوقتي أعرف فيه ناس وقدت تيك توك في السوشيال ميديا كوسيلة أن هما يكسبوا منها زي ما بقولوا فلوس أو كمصدر دخلي لهم ده بيتم إزاي أو أنت إيراك في الموضوع ده؟ هو عمتا التيك توك ممكن أقول أنه هو مش بيجي فلوس بس الهدايا اللي بتبع موجودة عليه هي اللي بتتحول زي الكوينز كده والكوينز دي بتتحول دولارز وأنت بتاخدها على شكل حاجة من الإدارة لكن مش كل الناس بتاخدها طبعا وخصوصا لما يكون حد بيقدم طيب يكون شركة التيك توك آه بتكون الإدارة نفسها طيب وعايزين نعرف أكتر عن التيك توك يعني الأكاونت بيوصل إزاي أو بتوصق إزاي أو بيحصل إيه؟ هو البداية أن مجرد ما بيكون فيديوهاتك وصلت للناس بيبدأ التيك توك يتوصل معك من خلال الابليكيشن نفسه من خلال الأكاونت بتاعك بيبعط لك رسالة أنه هو أنت من المحتويات المميزة على التيك توك فبتسيب لهم اسمك ورقم تليفونك وبيدخل يكلموك على الواتساب وبيكون فيه زي جروب بيتعمل تمام ولازم يكون ليك بالنسبة مثلا معينة فيديوهات عشر فيديوهات تقريبا عشر فيديوهات اللي هو أغنية الجسد الأغنية ولا حاجة تانية؟ لا عشر فيديوهات محتوى هاتف يعني محتوى ليه معنى؟ رسالة معينة بتوصلها للنسبة زي اللي أنتو بتقدميه؟ بزبط تمام طيب أنا حابة أعرف بقى الكوينز دي لما بتتحول تمام هل هي كفاية أن هي كل مصدر دخل تعيش عليه؟ ولا؟ والله هي لا ما أعتقدش يعني ما ينفعش أن أي حد يعتمد على مصدر الدخل؟ لا لا موضوع أن أنت تعتمد على حاجة أصلا من كمصدر دخلك دي حاجة مستحيلة يعني وخصوصا لو مجلس سوشيال ميديا يعني أنا مش شايف أن الموضوع مجزي قوي عشان يتعيش حياتك كلها تفضل تعمل هل تعتمد على اليوتيوب في الموضوع هذا؟ اليوتيوب وضوع مختلف برضو أنا بتكلم عن سوشيال ميديا عامة آه السوشيال ميديا عامة ممكن لكن لو هنتكلم بالأخص على التيك توك لا مش مصدر دخل أكيد لك تشانل على اليوتيوب؟ آه لها تشانل على اليوتيوب بس برضو أرجع وأقول أن أنا مش هبدأ في التشانل على اليوتيوب غير لما أقول فعلا أنا طورت من نفسي وقفت على رجلي وهبدأ أن أنا أعمل حاجة فعلا على أرض الواقع تعمل حاجة؟ لأ وضحها عطا طيب حاجة على أرض الواقع بمعنى أن أنا أنزل الشارع وأعرف أراء الناس في مواضيع معينة ودي إن شاء أضل فكرة المستقبلية اللي جاية بس مستني أن أنا فيه كم حاجة كده في دماغي أعيز حققها الأول وبعد كده أدخل في مجال اليوتيوب هيبقى حاجة جانبية جنب شغري مش هيبقى حاجة عساسية حاببين بقى ندخل في حياتك الشخصية شوية أنا رب أنت بتشتغل إيه جنب السوشيال ميديو؟ هو أنا خريج أصلا كل التجارة قسم محاسبة محاسب رب نعب فاكرمك رب نخليك يا رب وفي نفس الوقت برضو أخذ كورسي ديزاين وتصميم جرافيك ديزاين وشغال من البيت شوية شغال في المحاسبة شوية يعني بحاول أن أنا أجيب أكتر من مصدر دخل عشان أقدر أن أنا أتوكب مع الحياة اللي موجودة دلوقتي طيب وأنت تنصح الناس اللي دخلت تيك توك جديد وعايزة توصل للشهر علي تنصحهم يعملوا إيه أو يتصرفوا إزاي؟ طبعا دي حاجة لازم ولابد قبل ما تعملها السؤال بيبقى أنت هدفك إيه؟ أنت عايز تبقى إيه؟ معظم الناس عارفين أنها دخل هدفها الشهرة لو هدفك الشهرة يعني ربنا يوفقك بس أنا ما نصحش لو أنت هدفك شهرة بأنك تقدم تحريك شفاف أو موفنج لبس عن طريق تيك توك ماشي بس الفكرة كلها أن أنت كده ما وصلتش لحاجة أنت بتكرر كلام حد أو بتكرم فيه ناس بتستخدم شكلها ولبسها وكلام ده كله عشان يوصلوا للشهرة فأنا أحب أعرف إيه الرأي دي أكبر مشكلة أصلاً يعني دي أكتر الفيديوهات اللي احنا بنشوفها منتشر على السوشيال ميديا وفيه انتقاط كتير عليها من هنا فيه ناس قالت أنه هو بيقدم نحتوى تيفه دي أكبر مشكلة فعلاً تيك توك بيمر بيها أن كل الناس بتبقى داخله هو فاكراً أنه هو عبارة عن تحريك شفاف بس لكن مش هننكر أنه هو ده 75% من التيك توك وال25% ناس معينة ومش كتير قليلين وموجود على الفكرة على مستوى الوطن العربي مش مصر بس يعني مش بس في مصر بيعدوه محتوى معين لأ موجود في السعودية وفي القبارات وفيه ناس بتقدم محتوى كوميدي ودي ناس موجودة كتير محتوى كوميدي بطبع محترم طبعاً طيب أنت شايف أن برنامج التيك توك يبدو مستمر أو بيستمر في جذب الناس لي آه هو برنامج التيك توك مستمر في جذب الناس لي كيف هي أنه هو مشغل ناس كتير يعني يعني الناس اللي على اليوتيوب معظمهم فعلاً بيعملوا ريأكت أو زي تريع معينة على الفيديوهات بتاع اليوتيوب بما أننا نتكلم في الريأكتات والكومنت أنت بتتعامل زي مع الكومنت السلبية اللي بتجي لك أو أي رد فيها اللي سلبي بيجي لك بضحك بضحك هو وارد أننا اللي بيجي لي معظم الناس اللي بتبعاني ناس كبير زي ما قلت لحضرتك كون أننا يجي لي حد مثلاً ممكن يقول لي كلمة أتدعيقني أو كومنت سلبي ده وارد لأن ممكن يكون أنا مش على هوا حد أصلي يعني دايماً طيب وأعمر الناس بقى من سن كامل لسن كامل عشانت بتقول كبيرة آه يعني بالنسبة لنا الناس اللي بتبعاني ممكن تكون بداية من 24-25 يعني ناس ناس فهمة كويس وناس عقلة ووعية وبتوصل لسنة أربعين حرفياً يعني أنا في ناس بتكلمني أكبر مني بكتير تعقول بتقدر تستوعب القصة اللي أنت بتقدمها آه طبعاً آه طبعاً دي حقيقي أنا في ناس كتير جداً بتكلمني تقول لي لأ أنت محتوىك مختلف عن الناس يعني أنت شايف أنت بتقدمه ده بيفيد وبيوصل قوي؟ آه حرفياً آه يعني وكفاياً هو بيوصل لعقول الناس الكبيرة أنا أنا لما لما دخلت لتيك توك في البداية كان بدايتي هي فعلاً الناس الكبيرة ما كانش ما كنتش بدور على أن أنا أن أنا أبص على الجيل التاني غير في اللحظة معينة لما لقيت أن الموضوع بدأ يبقى أوفر أوي تقليد أعمى الشخصيات معروفة على التيك توك آه بتقليد أعمى فعلاً حاولتش أن يكون فيه تطوير أن أنت توصل للأعمار الصغيرة والكبيرة في نفس الوقت؟ أكيد حاولت دايماً حتى الكمندات السلبية بقى كنت برد عليها يعني مثلاً ممكن يكون حد بيعلق لي عنده 11-12 سنة لسه صغير فكان ردي عليه أنه هو أن أنا بقوله أن أنا يعني اتفكر في الموضوع بشكل مختلف ادي لنفسك فرصة أن أنت تكبر أكبر من سنك الطبيعي لو فهمت القصة واستوعبتها وسمعت الكلام كويس هتلاقي أن فعلاً الكلام اللي أنا بقوله ده صح وإذا أنت ما استوعبتوش دلوقتي فهتيجي بعد فترة لقدام لما حياتك تتغير وتلاقي النفس أن أنت تكبرت هيحتاجه أكيد هتحتاجه أكيد لأن اللي أنا بمر بيه دي بتبقى مواقف من حياة الشخصية فإحنا نتمنى أرجعنا لكم تاني ومكاملين مع أسامة وحوارنا عن التيك توك والسوشيال ميديا إحنا كنا بنتكلم بقى عايزين نوصل لحاجة أنت بموهبتك دي وبأن أنت بتقدم قصص على السوشيال ميديا فكرت أنك تمثل أو تروح اتجاه تاني غير الفيديوز اللي على التيك توك أنا كنت شفت كده حاجة على الفيسبوك كنت بقلفوا مرة كده فكانوا بيسألوا شعر أمير طعيمة أنت تعرف إيه عن التيك توك قال لهم والله ما عرفش عنه حاجة فطبعا اكتشفت أن فيه ناس كتير من الوسط الفني ما عندهاش أصلا أي معلومة عن التيك توك لأنه هو يعتبر برنامج مبهم بالنسبة لهم فيه ناس كتير ما تعرفش عنه حاجة عشان كبا ما أسألتك قلت لك حابلين يعرف برنامج التيك توك لنفسه أو يعني هو ممكن يكون وصل للناس اللي هي بتابعة قاعدة على التليفوناية 24 ساعة أي قبل كاشا بينزلوا ويعرفوه وبيستعمل إزاي إيه الهدف منه لكن ما أعتقدش أن مجل الفنانين أنه هو يدخل ويجرب أبليكيشن معين على فكرة فيه ناس أصلا من المشاهير يعني يعتبر على أرض الواقع فيه منهم ناس واخدة سبونسر على التيك توك أنا بشوف ناس ليها فيديوز على التيك توك آه يعني عصامة الحضري مثلا موجود على التيك توك موجود على التيك توك أنا فعلا النادي الأهلي دلوقتي بقى سبونسر يعني أنا استغربت أصلا أنه فعلا هو التيك توك وصل للمرحلة دي يعني والبرنامج سمع لأن فيه فئات عمرية مهتمية بالبرنامج والرئاكتات اللي بتتعامل على البرنامج برضو يعني أظن أن هي فعلا سمعت كتير يعني تمام أنت رد فعل أهلك عندك في البيت كان إيه على أول ما شافوك بتقدم فيديوهات أو شجعوك ولا أحبطوك ولا إيه كان واضح والله إيه هو في الأول كان الموضوع مقابل بالرفض ولكن بعد ما شافوا الفيديوهات بتاعتي وبعد ما شافوا إن والدي في مرة من المرات لأ صاحبه داخل بعط له فيديولية وبيقول له بسم الله ما شاء الله يعني ابنك فعلا هو وصل لحاجات عندنا إحنا كناس كبيرة إحنا مش عارفين نوصلها فطبعا دي حاجة بسطتني جدا يعني إن والدي بعد ما كان معترض على حاجة زي كده بدأ يبقى متقبلها والدتي برضو دايما بتاخد فيديوهاتي يعني هي مش بتنزلها للناس بس هي برضو إيه مبسوطة بإن هي شايفة إن ابنها كان نفسه في حاجة وقدر يحققها طيب هتعاملوا معك بقى إزاي في البيت وكانت تكلم عن الحياة الشخصية الأشفية عشان المعجبات بتاعك لا هم متقبلين الموضوع طبعا في مشكلة في موضوع بقى الناس المتابعين إنه بيحبوا يدخلوا في الحياة الشخصية قوي شو ممكن أنا هدخل فيها لبقى بس هي في فرق ما بين إن أنت بتابع شخص معين لإنه بيقدم حاجة معينة فأنت حبيبها وبين إن أنت تتدخل في حياة ودرجة إن أنت تأثر عليه يعني لو أنت عايزوا يعمل حاجة على هواك ده فدي مش حياة يعني المفروض إنه حياة الشخص هي ملكه مش يعني هو آه إنك تبقى شخصية معروفة إن حياتك تبقى معروفة للناس لكن حياتي تبقى معروفة للناس في حاجات معينة حاجات معينة مش كل حاجة آه بالضبط في فيديوز كتير متنزلها كنت بتقول فيها إنك مرتبط حابين بانيك كلامتين موضوعين لارتبط الموضوع ده آه هو عمتا أن أنا أنا كنت دايما بقولي الكلام ده بسبب إنه كان فيه ناس كتير بتدخل تكلمني ومشاجيك كتير أصلا كنت بتحصل بسبب موضوع ده واكتشفت إن الموضوع خد شكل تاني عندي ناس ممكن تكون في حد يدخل يكلمك مثلا يقولك إنه يعني معلش شراسف بحبك أو عايز يرتبط بيك وأنا مبدأ لارتبط عندي بحبك قوي بحبك جدا يعني مبدأ لارتبط عندي أنا مرفوض أنا لارتبط بالنسبة لها بقى خطوبة راسمية ما ارتبطش قبل كده خالص؟ إيه إيه ندخل بقى فيها الشخصية لا ارتبط 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 كان ارتبط ولا خطوبة ولا إيه؟ آه لا كان ارتبط كان ارتبط بس كان يعني يعني يعتبر إلى حد دماها هو حاجة زي قرية فتحة كده بس ما حصلش نصيب عن حب ولا عيني؟ آه كان عن حب طيب انت عايش هنا لوحدك ولا مع أهلك؟ لا أهلي عايشين معي موودين طيب انت بدأت في فيديوهات قولنا سنة كم؟ يعتبر اننا البداية 2018 طيب تقريبا كنت خلصت دراسة صاف؟ آه كنت خلصت دراسة من بدري طيب ليه بقى كانوا معارضين انا بشوف الناس بتعارض لان ده بيعارض مذاكرتك او دراستك او بيعطلك عن مستقبلك آه هو حرفيا ان انا هما كانوا بيفكروا في مجال الشغل اللي هو هيديك الخبرة والمعلومات اللي انت فعلا هتكتسبها من حياتك كل ما تحتك تحتك بالناس كل ما هيكون فيه حاجة أفضل كل ما هيكون فيه خبرات أحسن لكن من خلال السوشيال ميديا ما فيش خبرة اصلا انت علاقتك ما بينك وما بين الشاشة والتليفون او ما بين الشاشة والكاميرا فها دي كانت مشكلتهم انه هو لا انت خلي علاقتك مع الناس عشان الخبرة الحقيقية انت هتكتسبها من أرض الواقع انت مش مجرد ان انت بتعامل مع التليفون ده معناه ان انت اكتسبت خبرة لا الخبرة في الشارع مع الناس طيب انت ميولك اكتر ليه لشغلك في مجال دراستك ولا شغلك على السوشيال ميديا شغل في مجال دراستي هو صعب شوية لانه هو محتاج سنين كتير يعني محتاج وقت اه محتاج ان انت تعافر عشان تعرف توصل وانا ما عنديش مشكلة في المعافرة انا ممكن اعافر عادي بس هو كل الفكرة انه هو محتاج نفس طويل وانا طبعا زي ما قلت لحضرتك انا بسعف اكتر من مجال انا مش عايزة بقى اسمي ان انا بس واخد شهادة من جامعة لا انا عايزة بقى فعلا عندي دراية بالمجال بتاعي زائد مجالات تانية كتير طيب تمام انا حابة بقى تكلمنا عن حياتك الشخصية في الكويت شوية وانزلت هنا امتى انا يا ستي في الكويت كنت عيشت حياتي كلها من اول ما اتولت لحد ما وصلت سنة 18 سنة ثلاثة سنة كنت في بيت يعني فعلا انا اقدر اقول ان والدي كان صحبي مش مش مجرد اب هو اب وصاحب حياتي ورضو كانت كانت يعتبر يوم روتيني عادي انت الاكبر في اخويتك ولا الاصغر لا انا عندي اخوي اكبر مني وعندي اختي اصغر مني عندها عشر سنة يعني انت الوصاني اه مزبوط طيب طيب بما ان والدك كان صاحبك انه كانش ليك صحاب هناك خلص لا لها طبعا انا لها ناس حابي من سنين السنين ونزلت معاهم هنا طبعا كان السبب انك تصيب الكويت وتنزل هناك الجامعة ان انا قررت ان انا هنزل هذا دلس انا جامعة طبعا انا في الاول وفي الاخر ارجع واقولي ان انا مليش غري بلدي انا لازم هنزل مصر مسيري هرجع بلدي وانا عندي مبدأ ان انا لأ انا عايز اعود في مصر انا عايز اعود في مصر احابي بالقاعدة هنا جدا اني شراف كتير تتمنى انها تسافر برا ما تقودش هنا هو عشان بس الفكرة كلها في مبدأ انه برا ممكن يكون الوضع مختلف شوية مش اكتر شايفين ان انا برا احسن لا مش معهم في حاجة زي كنا انا عشت عشت برا شراف لهم بقى عشان نقنعهم منهم افضل في البعض انا عشت عشت برا وشفتها بس ممكن يكون اه الوضع هناك كمستوى معيشي كويس لكن برضو يظل ان انت لو قاعت في مشكلة مش هتلاقي حد معك ومفيش حد من اهلك جنبك ايه الفرق بقى من مصر والكويت انا كسافرتي هنا وعشت هنا الفرق مش كبير غير ان هنا الميزة ان انا قاعد وسط اهلي وناسي وان هنا برضو ارجع واقول يعني لو اتحطيت في مشكلة هتلاقي الف من اللي يقف جنبك دي حقيقة يعني انا دي مرت بها اكتر من مرة بتلاقي الناس بتعمل الخير ومن غير مقابل لكن برا لا محدش يعرفك وكل واحد في حاله يعني هنا احنا عم معرفوك بالجدعانة شوي اه دي حقيقة انا حابة اعرف ايه الصعوبات اللي قابلتك ووجهتك وانت تعاملت مع الصعوبات دي ازاي اكيد قابلت حاجات كتير الصعوبات اللي وجهتني ان جات عليها فترة بعد ما الادارة توصلت معي حسيت طبعا ان الموضوع هيبدأ ياخد شكل مختلف تماما وان انا هقدر احقق جزء من اللي انا كنت بتمنى في حياتي اه بعد ما توصلوا معايا وقالوا لي ان احنا هنوثق لك الحساب اه بيدخلوني في جروب على واتساب بناخد من خلاله اللينك بتاع الفيديو اللي بنزله ونزله على الجروب بحيث ان الادارة تاخد الفيديو وتعمله زي اه يعني بوش او دفع بحيث ان ياخد اكبر عدد من المشاهدة انا يتوصل فيديو بالضبط ياخد اكبر عدد من المشاهدة طبعا من ساعة ما دخلت الجروب ده وانا حسيت ان انا بقل تدريجيا طبعا ايش سواب والله كان مطلوب مني ان انا اعمل حاجات زي ان انا مش على هوا فيه تشالنجات معينة وتحديات انا لازم اعملها ودي ضد ان انا اصلا المحتوى اللي انا بقدمه يعني دي كانت مخالف المبادئك وليس يعني انا مش من الناس اللي ممكن تعمل تشالنج معين او تحدي معين عشان خاطر ان انا اخد فيو او عشان اخد مشاهدة يقوم يطلب بني حاجة معينة عشان خاطر يدي المشاهدة اللي انا عايزها يقوم هو يجبرني على مجال معينة امشي فيه او على فيديو معينة اعمله انا ما عنديش قابلية ان انا غير مبدئي او اغير من انا ما شايفين المحتوى اللي انت بتقدمه يعني ليه بيفرده حاجة زي دي؟ ده ان من اساسيات ان انت تجيب مشاهدة لازم تكون بتعمل التحديات اللي بتنزل وانا طبعا ده كان ضد المبادئ اللي انا كنت بعملها ولي انا اسستها لنفسي من ساعة ما دخلت البرنامج كررت تخسر بسان انك ما تعملش حاجة زي دي؟ انا مخسرتش انا كسبان كسبان ان فيه ناس استفدت مني فيه ناس اتعلمت مني مش هقول اتعلمت مني لان انا مش مش يعني مش هقول ان انا قدوة او الكلام ده كله انا مش 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 الشخص ده بس يكفي ان انا المعلومة اللي عندي قدرت توصالها الغيري وانه هو يستفيد منها انا مش عايز حاجة غطر من كده ما تستفكت بقى من الشعبات دي ازي او بالموضوع ده ازي او عديته ازي؟ حرفيا فيه ناس وصلت لمرحلة يعني ان موضوع السوشيال ميديا هيتعبهم ان انا بنزل فيديو معين ما بيجيبش مشاهدة ليه وليه ممكن ان ممكن فيديو واحد ينكد على اليوم كله فاكتشفت ان انا ممكن اوصل لمرحلة انا هبقى محصور جواه التليفون مش هعارف اطلع منه عشان خطر فيديو معين لا انا ما كنتش الشخص ده ولا عمري هكونش الشخص ده طيب احنا في فيديو كده انت كنت نزلته حابين نشوفه نرجع نكمل الحلقة ايه السبب بقى في الفيديو ده؟ اه بسم الله ما شاء الله انتم تابعين يعني اه اه انا متابع طبعا بعد ما لقيت ان الموضوع ما بقاش يقدم محتوى وان بقى كل اللي داخل بيدور على شهرة وكل اللي داخل بيدور على شوية حركة معينة يعملها في فيديو ويجيب له كم الف كم مليون ده حرفيا شايف ان اوصلك لحالة نفسية سعبة شوية اه فاكتشفت لا اه مش نفسية بس اكتشفت ان الموضوع ما بقاش مهتمين قوي بالناس اللي بتقدم محتوى يعني هو بقى مهتم اكتر بالناس اللي هي بتقدم خاصية البرنامج الرئاسي اللي هي الموفينج لبسينج تحريك الشهر ما انا عاد افهم بلتو ازاي الخاصية لي وازاي هو لازم تعمل فيديوز بتقدم محتوى عشان تتوصف اللي انا مش فاهميها ما هي فكرة الفيديو اللي انت بتعمله ده مش شرط يكون في كلام انت بتتكلم فيه هو ممكن يكون عبارة عن رسالة بشكل مثلا بشكل اهاء يعني زي ما تقولي ايه من خلال مثلا رسالة معينة انا بعملها فيديو مثلا سلو موشن او فيديو بالحركة البطيئة عن عن شخص بيساعد حد عن موقف حصل ما بين واحد مثلا في الشارع فانت طلب منك مساعدة فانت ساعدته ان هو دي حاجة مثلا انت تساعد الناس هي دي معنى الفيديوهات الهدفة في التيك توك ان انت بتحاول توصل معنى عن طريق فيديو اه لكن مش شرط انك تتكلم مش شرط انك تطلع في الفيديو وتتكلم بصوتك وتعمل محتوى عن طريق قصة او عن طريق نصيحة طيب انت شايف ان برنامج تيك توك يفضل مستمر اللي هيجي علي وقت ويقع اه هو برنامج تيك توك انا من اعتقادي انه هو يفضل مستمر وخصوصا لانه بقى في اقبال كبير جدا جدا على البرنامج اه كان الاول البرنامج قولي الاول الناس اللي متابعاه وقولي الاول الناس اللي بتعمل عليه فيديوهات دلوقتي بقى الناس كلها تقريبا بتعمل عليه فيديوهات اي حد بيكون بيتجه ان هو يجيب اكبر عدد من المشاهدة عشان يحول الناس اللي عنده دول مثلا ممكن يبقى عندي عشر تلاف عشرين الف ميت الف مليون اقدر احول الناس دي من خلال التيك توك للانستجرام ولليوتيوب فاعلي صفحيتي بتاعت اليوتيوب واعلي برضو البيتج بتاعتي على الانستجرام فبالتالي اقدر من خلالها اوصل لمجال السوشيال ميديا اللي هو الديجيتال كامل طيب انت لو خيروك بقى بين التيك توك والمستع والفيس واليوتيوب تختار البرنامج حابب تكون عليه هو بصي هنا في اختلاف في حاجة معينة اليوتيوب مشكلته الوحيدة ان هو بيجيب فيو بعد وقت طويل لازم تشاير فيديوهاتك على الفيس بوك لازم تشاير فيديوهاتك على الانستجرام ولو انت ما عندكش حد هنا وما عندكش حد هنا والمحتوى بتاعك مش هيليق باللي عندك فبالتالي انت مش هتجيب اصلا مشاهدة على اليوتيوب هي دي مشكلة اليوتيوب بس طبعا ارجع واقول لليوتيوب هانا يتحريف بحاجة زي كده انت بتتعامل مع موقف عدم المشاهدة او الفيو على اليوتيوب ازاي طبعا عدم المشاهدة ده بنلجأ بقى للي احنا لسه كنا نقول عليه على التيك توك ان التيك توك المتابعين عليه اسهل بكتير ان انت بتقدم فيديو والادارة بترفع لك الفيديو وبتعمل له بوش ده طبعا لو فيديوهاتك عقبى الناس فالناس تدخل انت بتروح مثلا تطلع لايف معين يا جماعة انا عندي سيد شانل على اليوتيوب وعندي مثلا صفحة على الانستجرام ادخلهم اللي يفولوا هنا وعملوا سبسكرايب فبالتالي انت استغل للتيك توك لانك تزود شانل بتاعتك على اليوتيوب مضبوط طب تعاني انت ايه رايك في مشاهدة التيك توك الفترة دي شاهدتي مجروحة لان انا دخلت وسطيهم فممكن يكون فيه ناس لو قلت مسلا بالاجاب فيه ناس هتقول ده هو بيقول كده عشان هو شغال في البرنامج وفيه ناس لو قلت بالسلب هيقولك اه هو عشان معرفش يوصل على البرنامج فبس انا وجهة نظري وانا عارف ان هي ممكن تكون مجروحة فيه منهم ناس كويسة فيه منهم ناس ما انصحش في التعامل معي تمام انت شايف ان العلاقة اللي بتتم بين مشاهير السوشال ميديا ان هما بتكون صحبية او صداقة تمام لا بيتم ازاي او بتعاملوا مع بعض ازاي فيه ناس بتقول مصالح عشان يعلوا بعض او يزودوا بعض هي مبنية على تربية الشخص في بيته مبنية على ان انا انا فعلا عايز مصلحة من الشخص ده ولا عايز بمجرد ان انا عايز اتعرف عليه يعني ممكن فيه ناس كتير والاغلب ايه الاغلب مصلحة مصلحة طيب بيستغلوا ده ازاي او ده بيحصل ازاي شخص لي كارزمة ولي حضور شخص صفحته وجايبة مثلا مليون يحاول شخص بطريقة معينة مثلا يقرب من الشخص ده وبعد كده بيحصل بالهم زي تواصل فيه طريقة تانية ان انت برضو ممكن يكون ولد من على السوشال ميديا ولد مثلا او بنت يرتبطوا ببعض فيعملوا بروباجاندا في الناس شون هم مرتبطين فيجزبوا الناس شون هم مرتبطين فيبدأ فيديوهاتهم تطلع للناس فيه ناس كتير تشهرت بالطريقة دي فعلا ايه رأيك في الموضوع ده لا طبعا ما استغلش حد بالشكل ده يعني انا مش هستغل حد في الموضوع ده بالذات يعني الموقف ده حصل معك اه لا ما اتمناش ان يحصل معي يعني ما كانش فيه صداقة مصلحة او حاجة عن طريق للتيك توك يعني انا ما ظنش ان انا كنت بكلم حد مصلحة يعني او يمكن ما توصلتش انت انا قصد حد او حد كلمني برضو انا مش مش عايز ازلم حد او او ان انا اتكلم عن حد وحش ما اكيد بيبن متعايموني لا لا خالص بالعكس يعني ما بشغلش بيليه قوي عشان انا عارف انه هي الدنيا كده مش عايب انك تدور على مصلحتك بس في المقابل ما تدورش غيرك طيب احنا بنشوفها للسوشال ميديا كل يوم حد يجيب بيطلع انت رأيك ان مشاهير السوشال ميديا عمتا مش تيك توك بس ممكن يستمروا او يكملوا ولا الموضوع بيقع مشاهير السوشال ميديا مبدعيا هم بدأوا الموضوع او بدأوا الفكرة بانه انه هو بيجيب دخل جنب دخله الرئيسي مش كل مشاهير السوشال ميديا حياتهم عايشة عالسوشال ميديا بس في منهم ناس شغالة اصلا وفترة الفيديوهات بتاعتهم دي بيعملها فوقت فراهو وفيه فعلا يعني انا وجهة نظري ان هو هي حاجة كويسة لو انت عندك موهبة وعندك مبدأ معين انت ماشي عليه ليه لا بدأوا بتقدم حاجة تفيد غيرك بدأوا انت قدوة كويسة للناس ليه لا انت شايف ان هو هيكمل اه يكمل طيب وإيه الرسالة بقى اللي انت حابب توجيهها للمشاهدين والمتابعين التيك توك والناس اللي سا دخلت تيك توك الجيل او السوشال ميديا عمده اه انا كل اللي انا عايزه دلوقتي ان انا اوصل رسالة للجيل اللي سا طالع اه الشهرة مش كل حاجة اه حياتك لو فضلت انا والدي نصحني بحاجة زي كده وانا بنقل لكم النصيحة دي على يعني على شكل ان انا بقولها لكم اخويا ما بقولهاش ان هي اكبار او 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 يعني ما بقولهاش ان هو عافي او انا بقولها كرجاء يعني اي بنت او اي حد او اي ولد فكرك ان انت الشهرة هي كل حاجة لا انت ممكن تكون بعد عمر طويل لما تكبر ربنا يدك الصحة وطلت العمر تكبر تبقى مهندس تبقى دكتور تقدر تحقق حاجة من رغبتك انت يعني فيه ناس كتير بتبقى نفسها تحقق حاجة من رغبتها فانا وجهت نظري لا انا حلمه عزيه وصلاة بالضبط فانا وجهت نظري ما تاخدش ان التيك توك هو السبيل الوحيد ليك عشان تحقق اللي انت عايزه التيك توك مش هو السبيل او الشهرة عمتا مش هي السبيل انك تحقق اللي انت عايزه انت بتوصل رسالة انهم يقدموا محتوى ويهتموا مظلوب ما يبقاش فيه وفي نفس الوقت لازم اي حد داخل مستقبلك في المقام الاول قبل اي حاجة بنشكرك بنشكر والدك ان هو علمك حاجة جميلة زي دي وانت شرفتني ونورتني النهاردة في البرنامج وكده انتهت حاليتنا النهاردة استنونا في حلقة جديدة من برنامج حديث الشر اشتركوا في القناة